أسابيع تفصلنا على شهر رمضان المعظم شهر يكثر فيه الاستهلاك والإنفاق عند تونسيين في وقت تشهد فيه الأسواق غياب بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار مقارنة بالمقدرة الشرائية لكن وزارة التجارة التونسية أكدت توفر مخزونات الخضر والبيض والدواجن وانتلاق الاستشارات لتوفير الكميات اللازمة من اللحوم لتزويد السوق خلال الشهر المعظم بأسعار معقولة بالنسبة للأسعار ورغم أنه جزءا مهما من وارداتنا هو من الغذاء فهنا أسعارها معقولة إلى حد ما باعتبار أن مجموعة التغذية لم ترتفع خلال شهر جانفي الفارس إلا بنسبة 0.9% وهذا مؤشر أهم يجعل التونسيون يقذون شهر رمضان بمواد متوفرة وبأسعار معقولة تلائم قدراتهم الشرائية هذا وقد شدد مراقبنا على ضرورة تجنب اللهفة والإقبال الغير عادي على شراء المواد الاستهلاكية التي قد تؤدي إلى تنام الممارسة الاحتكارية إلى جانب دعوة صلتي إلى مزيد المراقبة الاقتصادية خاصة في الأيام الأولى من الشهر الكريم من خلال توخي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار لابد من المواطن أن يرشد استهلاكه وأن لا يقبل بكثافة خاصة في الأيام الأولى على الشراءات بكثرة لأن ذلك يؤجش الأسعار وأيضا دور المراقبة الاقتصادية مطلوب منها أن تكثف من جهودها في هذه الفترة خاصة في الأيام الأولى كما قلنا ولردع المحتكرين وإلى ردع أيضا كل من يرفع في الأسعار دون مبرر والتجار أيضا مطالبين بأن يحترموا هوامش الربح استعدادات على قدم وساق لاستقبال شهر الصيام دون منغصات مع وعود بتوفير الكميات اللازمة من المواد بأسعار في المتناول مع التعويل على وعي المواطني وتجنب المظاهر التي من شأنها الإخلال بميزان السوق مع بداية استعداد التونسين لاستقبال شهر رمضان وتوجسهم من ندرة المواد وغلال أسعار تأتي رسالة الطمانة من وزارة التجارة تعيد بتزويد منتظم ومراقبة للأسواق لمكافحة الاحتكار والغلاء والمضاربة لاستقبال شهر الكريم في أفضل حالة إينيس فرادي اليوم تونس